صباح الرضا كيف حالكم ان شاء الله طيبين صباح الرضا من مطبخي المتواضع تعرفوا اليوم ايش بصور لكم من وصفة وصفة كل حنان وصفة ناكلة فعدا تعرفوا ايش نبدأ فطورنا فيها اللي هي الخمير الحالي او الباخمري او اساسا هو اسمه المندازي مع قلص شاهي حليب او شاهي ملبن حاجة قدروا عشوه بس الجمال ده شوفوا بس كيف الخمير تشتت شوفوا هذا الفيديو كامل خلونا احنا نبدأ بالمقادير وطريقة التحضير طبعا هذا زوبي اقابنا الدوام الساعة 6 وقال لي اشتيه خمير قلنا يلا نبدأ الان بستخدم كوب كوب واحد من الدقيق الدقيق متعدد الاستخدامات استخدم طحين بروتينو 12 تمام واستخدم 3 ملاعق سكر مطحون عندي ده سكر مطحون جاهز السكر المطحون غير السكر العادي اقل حلاوة يكون وعندي حبة البركة ورشة بسيطة من الهيل انا الهيل عندي مطحون فرش لسه طحنته عشان كده حاجة بسيطة قبصة لانه قوي طعمه طبعا اضيف فانيليا كمان قبصة من الفانيليا شي بسيط لانه فانيليا اي مع اي حاجة تنقلب الزيت لطلع طعمه لديد وكمان ربع الملعقة الصغيرة بيكنش بودر حاجة بسيطة تمام والان بضيف رشة من الملح او قبصة من الملح حاجة بسيطة من الملح لاني استخدمت كوب واحد والكوب يقبلي 12 حبة من الباخمري او الخمير وهنا عندي ربع ملعقة صغيرة من الخميرة اني الخميرة احتفظ فيها بالفريزر او ممكن تحتفظوا فيها بالتلاجة مكان بارد اخلطهم تمام والان بضيف ملعقة كبيرة من الزيت اللي هي 15 ملي افرك الزيت مع الطحين قلولي لما تفركي الزيت مع الطحين متشربش لما تقولوا الباخمري او الخمير متشرب الزيت معاكم اما تضفو زيت اما سمنة مذابة اللي تحبو الان بضيف ماء بحرارة الغرفة انتو بيكون دافي لانه القو حار الماء الدافي بس نستخدمه ايام الشتاء وعقنوه على ماء داء يعني ماء عادي قصدي ولازم العقينة تكون متماسكة زي عقينة الخبز الباخمري ميكونش العقينة حقه طرية لازم تكون متماسكة لانه اذا كانت طرية العقينة بتشرب معاكم زيت ولا بيكون الخمير او الباخمري بيكون معاكم ناشف لما ينقلي عشان كده لازم تكون العقينة حقه متماسكة طبعا هنا انتزحلق كان عندي الزبدي تتزحلق معايا او المطيبة حطت ماء وحطت سيلكون وتبته والان قلت اللي بصد منها تصبين طبعا كل ما عقنتوا العقينة كل ما عطتوها حقه عطتكم نتيجة احلى واحلى فلازم تعطوها فترة في العقين وهي الا كوب واحد الان دهنتك كده بزبدة او بزيت بس عشان مينشفش معايا وخليه ترتاح عشر دقايق لانه القوح حار بس ترتاح عشان يسهل علي اني افرودة فقط لا تخلوش ايام الشتاء بس هلي تطول انه ترتاح الان بعمل الشاهي عندي لتر من الماء ما عادي انت بو تستخدموه ماء حار لانه الماء الحار يخلي الشاهي مر اضيفه سكر حسب الرغبة السكر اني اضفت ثلاث ملاعق واللي بعدين حاب يزود يزود واضيف اربع ملاعق صغيرة من الشاهي الكبوس او الشاهي يعني الناعم طبعا ازيد اخر واحدة ازيد خمس ملاعق اني لما اعمل دبه شاهي لكن لو اعمل كوب اضيف على الكوب يعني لانه كل كوب ياخد ملعقة صغيرة واني ادبت اجيب اربع كواب فاضفت خمس ملاعق خلص وخلوه يغلي على نار عالية بس يغلي وتسبك بعدين نضيف له الحليب الان بجهز القطاعة اللي بقطع فيها الباخومري او الخمير طبعا انا ما حبش الباخومري يكون صغير لا اما يكون وسط او كبير ما حس انه اكلت خمير حالي بصراحة فاخد القطاعة الوسط تقدروا تقطعه زي ما تحبوه الان خلاص شوفوه ارتاحت العقينة بسهل علي اني افرده تقريبا اخذت مني عشر دقيق ارش طحين حاجة بسيطة دقيق لا ترشوش كتير دقيق لانه ده كانت كل دقيق لما تقوبة تقلوها بحرق معاكم الطحين بنزول لا تح بيطلع طعمه مش حلو بحرق دقيق الان بفرده لا هي سميكة ولا هي رفيعة مرة يعني شوفو الاول وحدة يعني اني فردت كل القطعة تقبلي تمان حبات شوفو كيف قطعت تمان حبات اول حاجة تمان حبات بعدين الباقي اللي بيخرج خلاص اكوره كده كرة شوفو الان ما شاء الله تمنحبات الان الباقي هده باخده بحطه كرة واحدة وبخليه يرتاح اغلفه بكيس وخليه يرتاح عشان يسهل علي اني افرده تمام خلاص الان هده كل القطع بحطه على فوطة مطبخ شوفو كيف السماكة لا هو رفيع ولا هو سميك لانه دخلتو انه كتير رفيع لما تقولوا بيكون معاكم ناشف ودخلتو سميك بيكون من داخل كله لوب نحنا نسميه لوب يعني من داخل مثل السميك بيكون ما بيكونش كتير مفرغ انتم بتشوفو بعدين كيف لما قليه فلازم يكون وسط لا سميك ولا رفيع شوفو القطع اللي بقت ارتاحت الان بفرده وبقطعه زي المثلتات اربع بحق البيتزا القطعه هدي اسهل شكل تقدروا كل العقينة تقصموها كرات وتقطعها زي كده خاص ما عدي بقاش باقي وكمان تقدروا تقصموها وتحطوها بالفريزر ووقت ما تحبوه تطلعوها وخلاص هنا الان بسخين الزيت على بان ما ارتاح شوية وهنا خلاص غلاش شاهي وتسبك بضيف الحليب تقريبا الدبة تاخد علبة صغيرة من الحليب الببخر او حليب الشاهي واضيف رشة من الهيل تقدروا من غير هيل تقدروا قز الطيب الان خلاص غلى معايا غلوة على نار عالية اخر شي اضيف الهيل والحليب الشاهي وخليه على نار عالية غلوة وخلاص اكيد لازم الكبكبة كلنا نطعفر ونشعفر لازم انا عمري ما تسكبت الشاهي وباحتراف لازم كده الان بقهز هذه اللخوص اللي نحط فيه الخمير وهنا عندي قطعة من العقينة عشان اقيص حرارة الزيت عشان ننجح معاكم الخمير شوفوا اول ما تحطوا النوب بالزيت وتحسوا العقينة طلعت وتحمرت يعني خلاص نحط الخمير نبدأ نقليه لكن اذا حطيتوها وعادة ما تحمرتش يعني طلعت طافت على الزيت على وقه الزيت وما تحمرتش لا عادو لازم الزيت يكون حامي ولازم يتقلب ترشو الزيت فوق الخمير زي كده انا بقلي معاكم 12 حبة كامل من غير مقطع ولا حبة بتشوفوا عدوا عدوا معايا 12 حبة من الخمير او الباخمري كامل بتشوفواها كل ما شاء الله انطفخت ما شاء الله كل منفوخة شوفوا كيف ومش متشربة زيت وشاحطة من برع وطرية من قوة من الداخل انتو بتشوفوها والمبتدئين بقول لكم حاجة اولي ما ينقحش معاهم الخمير او الباخمري ابدأوا على حبة حبة لانو شوفوا اذا بيضيتو حبتين بتتوتروا لانو الخمير سر من اسراره او مش سر من اسراره سبب نقاحه انو الزيت يترش عليه يعني يتقلب مش تحطوا نو وتسيبوا لا لازم كده شوفوا كيف انا اقلبهم واطفش عليهم الزيت اروش عليهم الزيت عشان ينتفخ معاكم والنار تكون الزيت يكون حامي النار وسط بس الزيت يكون حار من نقاحه الباخمري الزيت يكون حار شوفوا كيف اطفشوا اول ابدأ بحبة بعدين احط حبتين يهددش ما تحطش ثلاث او اربع عندي القدر صغير او الدست صغير يعني يلا يكفي حبتين اذا حطت ثلاثة ما بعنش اطفشوا يعني ما بكونش عندي جهل الملعقة او الملعقة اني اطفش لا فانتم على حسب حجم حقكم الدست او القدر اللي تقولوا فيه اني لو استخدمت اكبر بحط اكتر من قطعة وبسيب نفس عشان اطفش عليه الزيت يعني اخذ منه الزيت وانتبهوا هذه المرحلة ما يكونش اي اطفال عندكم في المطبخ تمام وحاولوا زي كده شوفوا ما شاء الله ما شاء الله الخمير كيف منفوخ ما شاء الله تبارك الله زي خدود اختي اختي تبرت مني اليوم ما عليش اني سميهم اي حاجة انتفخ عندي سميها خدود اختي تمام شوفوا ما شاء الله كيف الخمير يعني منفوخ كل الحبات شوفوا كل الحبات منفوها حطوه على الصفاية وحطوه على طول يعني خلوه شوية وعلى طول حطوه بهذه السلة الخوص اللي معايا وغطوها عشان ما نشفش معاكم وهذه الان حبة اخر حبة من الدائري شوفوا كيف اطفشه بالزيت وعلى طول تتحمر وصدقوني لما يكون الزيت كمان حامي ميتشربش زيت انتم بتشوفوا مش متشرب انتم شايفين الباخمري مش متشرب زيت لانه اذا كان متشرب زيت بتشوفوا انه هي المعلمية والان شوفوا انه ما شاء الله كيف شوفوا كيف حباته ونجاح الباخمري او الخمير الحالي كده تشوفوا في بوزي لزيت تشرخات الان بدت بالمثلتات اللي اخر وحدة شوفوا اخر وحدة فردته اللي هي شكل المثلت قطعته خليه اخر وحدة استخدمه في الزيت مش ابدأ فيها ابدأ باللي افردتهم قبل بعدين حطت حبتين وبدت كمان شوفوا ارش عليها وما شوفوا كيف تنتفخ صلوا على النبي وان شوفوا على هذا الشرح احد يقول لي يهو دا ما انتفخش معايا الخمير او الباخمري بقي لكم للبيت شوفوني لازم لازم ينقح معاكم قالت معاكم وشرحت والله ما عد عارفش لو في حد معا معلومة تانية يكتب لنا في التعليقات لكن هذا انقح خمير او باخمري بتعملوه اني ذكرت لكم كل الاسباب اللي مش ممكن ينفخ معاكم تمام شوفوا ما شاء الله الاخر حبة والخمير او الباخمري ينتفخ معايا يعني لازم تعرفوا شوفوا كيف طفشوا بالزيت شوفوا كيف وينتفخ معاكم لا تستعقلوش ولا تحطوه عشرة ثلاثة خمسة وبعدين ما تعرفوش عا تقلبوه شوفوا ما شاء الله خلاص الان هنا قبنا حطينا الدبش الشاهي بالستاند وقبنا قفتنا تمام وفتحناها كده شوفوا ارويكم الخمير كيف ناشف مش متشرب زيت ما شاء الله عليه طبعا حامي من قلبه حامي وشوفوا كيف الحبات الان انا احب اقدموه بالغطى حق الخوص هذا يعني احط عليه ورقة سندوتشات واحط عليه الخمير شوفوا كيف الباخمري يا الله هذه الحبة من هنا لا هنا مش راضية مع خواته تجريس وقدم معه قبنا للي حاب يحشي قبنا بعضهم حبوه يحشو قبنا واصحاب عدن ناكلوه مع العتر نحن وهذا الشاهي الحليب الشاهي الملبن اقول لكم هذا احلى اكلة تعملوها تصلوا الفقر وتدخلوا تعقلوا وتعملوا الشاهي الملبن وتقلوا الخمير هذه احلى اكلة امانة رد الروح حنان اكلة كده هدم ريحة عدن والطريقة سهلة وسريعة ومن غير حليب اقتصادية جدا ان ما ضفتلش اي حليب تخيلوا ابوكم والاخوكم يقوم من المسجد يعني يروحوا يصلوا الفقر ويرقعوا من المسجد وانتم كده محضرين لهم الخمير والشاهي الملبن يكفي الدعوة وكلامهم الحلو لكم وبعضهم السلط ميسويش في البيوت وهم قازعين كده من المقهاية في بعضهم بوعوه خمير وشاهي هم يسويوا صحاب البيت الشاهي ونحن نسوي وهم يقوبوه خمير معاهم كده يقبلكم الا الخمير داخل الكيس كمان له طعم حلو والله بس حق البيت ما يعلاش عليه قربوا هذه الطريقة وان شاء الله تعقبكم واذا مش مشتركين في القناة اشتركوا بالقناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنت حلو منكم ولا تنسوش كده لما نزكع الخمير بالشاهي هدي احلى حاجة لا تنسوش لازم تضوقوا كده نزكعوا كده شوفوا كيف هدي احسن شيء وبالعافية لي ولكم